الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهزبها هذا أمر أساس الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهزبها ليامن بربي ويامن بالآخرة وكان يوم البعث الحساب وهناك الجزاء الثواب أو العقاب كل ذلك معلوم عند الإنسان لا بد أنه سيرتب أموره ويهيئ نفسه لذلك اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفكوا نفسه ما كسبت وهم لا يظلمون أما الذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن بيوم الجزاء بالحساب الثواب والعقاب سيدمر الدنيا ويخربها ويعتدي على حقوق الناس ويظلم ويفعل كل الموبقات لا يهمه شيء بالنسبة إليه عند دار الدنيا والسلام حينما يموت انتهى أمره وهذا أمر خطير فالإيمان بالآخرة إذن هو الذي يهذب الدنيا ولا يعطلها وين يومنن سلاخرث الإيمان سلاخرث ذنتري جرزن ثو ذرث النغ ما يلاي يومن سلاخرث يزرع بالليين أزكاغ ذي أذي وذي رفاسنا الربين أذي ميزلو موريس وذي سحسب وذي حزف أماكن إلا وسا إلا وزكا إلا وزكا إلا وزكا إلا وزكا إزرع غيني خدمت الدنيا أثي غلث ذي لاخرث ما يلاي ذي إلهان إذ غاثي السفرح ما ذي ندير ما ذي نخسرن مبلشك أذي حسب وذي سحسب يوسني ما يلاي غم ذانوري من رسل أخرث أذي سخسر وذي سفسد وذي ظلم وذي حقر أخطر الغرس ثل كان دوني ثذي كان